زيادة في أجور المتقاعدين تصل من 5% إلى 20% السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن صرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقاء إعلامي له صهرة الخميس عن الزيادة الخاصة بأجور المتقاعدين وأكد في كلمته أن الزيادة ستكون خاصة بأجور المتقاعدين والزيادة ستتراوح ما بين 5% إلى 20% وهذا في ظل ارتفاع الأسعار وهذا من خلال البيان الذي أعلن فيه في اجتماع مجلس الوزارة علما أن الزيادة تخص فئة المعاشات التي تقل أو تساوي 20 ألف دينار جزائر وبالنسبة للمعاشات التي تتجاوز 45 ألف دينار جزائر ستكون الزيادة بنسبة تقريبية 2% وسيتم تطبيق هذه الزيادات ابتداء من شهر جنفي المقبل وهذا حسب تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنوفيكم في الساعات والأيام القادمة عن الزيادات وكيف سيتم احتسابها بالنسبة المئوية إذا أعجبكم الفيديو تشجيع لنا لعرض المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر